السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر هنتكلم النهاردة فيه وده الالجوريزم بنستخدمه عشان نعمل احنا طبعا قبل كده تعرفنا على آآ بتعمل زي وتتلمنا برضو في آآ فاتمنى انت تكون شفت الفيديوين دول بالاضافة للفيديو بتاعة عشان تقدر تفهم معي الفيديو ده آآ اللي احنا كنا تتكلمنا فيها دي اللي هي الادابتف آآ ثريش هولدنج و للجلوبل ثريش هولدنگ دي بتعمل للصورة بتاعتي في حالة ان الصورة كانت يعني كانت يعني الصورة بتاعتيا كانت ابيض واسود آآ بالنسبة للقلر دي بنعمل لها بطرية تانية بقى ممكن عن طريق ممكن عن طريق آآ ممكن عن طريق آآ في طرق تانية يعني ان احنا بنعمل يعني تعرف عليها قدام. اه ولكن فكرة ايه بقى? ايه اللي يفرق ان هو برضو بيعمل بس ايه اللي يفرقه عن عن وعن اللي هو العادي ان هو اللي بيحدد لك قيمة بتاعتك. وخلينا نفترض ان انت شغال على صورة والصورة دي عايز تعمل لها عايز تجيب يعني عايز تخلي يكون لها اصمر وعايز تجيب بتاعك اللي هو تخليه يكون لونه مسلا ابيض. ولكن انت مش عارف الرقم اللي انت هتستخدمه في بتاعك اللي هو هيعمل لك بتاعتك. يعني احنا مسلا طول ما احنا شغالين في الكورس اه من اول ما بدأنا دائما بنحتاج ان احنا نطبق فبنتطبق مسلا او 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 طبعا كل الكلام اتشرحها بكده. انما اه في طبعا في كل الالجوريزم دي اللي انا قلتها كنا بنحتاج ان احنا نحدد قيمة ولكن مئة سبعة وعشرين فكنت بقول اي قيمة في الصورة عندي اصغر من المئة سبعة وعشرين هتبقى في واي قيمة اكبر من المئة سبعة وعشرين هتبقى في فبالطرق دي كنت نعمل بتاعي. ولكن خلينا نفترض ان انت مش عارف قيمة اللي انت هتخطها في الكوب بتاعتك هتعمل ايه? انت دلوقتي عايز تعمل وانت مش عارف تحدد الرقم. بيسعبك جدا في الطريقة دي هو بقى اللي بيحط لك القيمة بتاعت فالتعريب بتاع باختصار الكلام المكتوب قدامنا ده. دي طبعا دي بتاعت الهدف طبعا من الهدف طبعا من الهدف طبعا من الهدف طبعا دي ان كل بتاعت بتاعت اللي موجودة في الصورة. وافضل اعوض في دي لحد ما طلع القيمة دي اللي هي طبعا اتسوكي لو انت مش عامل اللي انا بقوله اه بالنسبة دي لان هنفهمه دلوقتي بالتفصيل لما نخص على ولكن خلينا اقول لك ان احنا في العادي مسلا اللي هو العادي جدا اللي احنا انتعرفنا عليه قبل كده خلينا نفترض ان بتاعت الصورة عاملة كده. تمام? ده ممكن مسلا يكون ده وممكن ده يكون لان هنا عالية هنا اول لما جيت مسلا وزعت الصورة بتاعتي اه البيكسل اللي موجودها في الصورة بتاعتي كانت عاملة بالشكل ده. عليت مرة واحدة ولكن وصلت مسلا للمية تمام? وبعد كده نزلت مرة واحدة ولكن مسلا نزلت للعشرين ده ده بالنسبة عدد البكسل يعني يعني انت عندك في الصورة قمتها مية تمام? والبيكسل اللي جنبها قمتها عشرين وبعد كده اللي جنبها قمتها مسلا خلينا نقول مية وخمسين تمام? اللي هي طلعت مرة واحدة دي اللي هي المية وخمسين اللي هي هنا دي تمام? فانا عشان نعمل خلينا نفتوق نقول ان ده او العكس مش هتفرق فانا عشان نعمل هنا هضطر اخد العشرين دي اللي هي القيمة المينموم اللي هنا وقوم اخدها كده وافصل عن ده بالنسبة للسجمنتشن العادي. لو انت مش عارف القيمة دي? لو انت مش عارف القيمة دي? هتجي بقى تستخدم القانون ده. القانون ده هو اللي بيدور لك على بتاعتك هو اللي بيجيب لك القيمة او يعني دلوقتي هو اللي بيجيب لقيمة اللي تخليه ده اكبر حاجة انا عايز اطلع ده اكبر حاجة. طبعا بالنسبة بتاعت الصورة زي ما د يا طيبة حالة. وهنا بقى دية ات مكتوب بالدول على ايه? ان ال دي واي. انت مثلا هنا عندك دي هيقول لها وت. هنعمل لها وت. وال 파وري جراوند البيكسل اللي فيها برضا هنعمل لها ويت. ف ال قسمة على ال بعد التوتب. والبكسل اللي في واي. على بردو. فانا كده جبت بالنسبة للبكجراوند والبكجراوند والبكجراوند والميو بي والميو اف اللي هو المتوسط العادي اللي هو المين للبكجراوند والبكجراوند بردو. لو انت مش فهم ده خلي الصورة دي في ذهنك ولما نخلص الفيديو ارجع اقراءات هنا هتلاقي دينا واحدة او معاك. طيب. تعال ناخد انا عندي صورة اهيه? الصورة هي كان في كان تلاتة في تلاتة. تمام? اه لأ سوئي صورة دي اه ستة في ستة السورة دي ستة في ستة بكسل تمام? اه عندي هنا بتاعتي بتطراح من صفر للخمسة اللي هما اه او صفر لحد خمسة ما عندش اي ارقام تاني. فلما اجي لما اجي اجيب الهيستجرام لما اعملها مثلا لما اجيب الهيستجرام بتاع الصورة اللي هي دي. يعني الهيستجرام مثلا شكله عامل كده. هنا الهيستجرام ده احنا عارفين بنطلع ازاي? بشوف كل قيمة صفر. يعني بشوف الصفر عندي هنا اتقرر كم مرة? وهنا بشوف برضو البيكسل اللي قيمتها واحد آآ واتنين وتلاتة اربعة خمسة اتقرروا كم مرة? وبحطهم هنا يعني مسلا الصفر تقرر تسعة مرات. الواحد تقرر ستة مرات. وهكزا. تمام? كده انا طلعت الهيستوجرام. طيب بعد كده بعمل ايه? خليني افترض. خليني Shold مثلا يعني اللي هي الاتنين اللي هي دي. دي كده انا ههتيب Voorhoof دي اي قيمة بيكسل اقل من الاتنين هتبقى في البك جراوند اللي هما دول blahn totalahahadell 6 اهيه اللي هي عند التسعة بหالذا ودي عند الستة. Tutal بتاعهم دول عدد البكسل اللي موجود هنا دول هيبقى في البيت��ount والاكبر من الاتنين هيبقى في اللي هي دي خمسة آآ زائد التمانية زائد الاربعة. اجمع عدد البيكسل دول اللي هما موجودين هنا بالنسبة للتلاتة والاربعة والخمسة ودول اللي هما هيكونوا في تمام? فاحنا كده اعتمدنا الاتنين دلوقتي مسلا كسريشولد بس انا اقولت لكم شوية ان احنا مش هنحدد سريشولد. انا بس اديك اكزامبل عشان تفهم معي الفكرة. فالاتنين دي احنا اعتبرناها كسريشولد. فلما طبقها كسريشولد هيدي لي مسلا الصورة دي. ده كده الفوري احنا زي ما قلنا من شوية. وده كده هيبقى اه او العكس. دول هما دول هما دول هما البيكجراوند. تمام? ودي الاتنين دي سريشولد وده كده. اللهم التلاتة دول. دول كده بتاعته. طيب. بعد كده بقى اعمل ايه? بعد كده بقى بطلع القيم اللي انا قلت عليها من شوية في القانون. القانون عندنا كام قيمة مجهولة? عندنا وعندنا وطلع دبو بي. طيب تعال اطلع الدبيو بي. الدبيو دي بنتلعها ازاي? اللي هي الخاصة بالباكجراوند. اللي هو اللون اللي هو الاردي ده. تمام? طيب ازاي بنطلع الendWV? الendWV عندي اللي هو احد اتفقنا اللي هو عدد البيكسل في الباكجراوند على توتل البيكسل بتاع الصورة كلها. عدد البيكسل اللي في البيكسر كان? انا عندي له تسعة زائد ستة. تمام? ادي تسعة زائد ستة. اللي هم دول. على التوتل بتاع البيكسل كلها. انا عندي الصورة اصلا هي ستة في ستة. فستة اه يعني ستة بيكسل في ستة بيكسل. اه اللي انت لو جامعت لو جامعت القيام دي كلها. لو انت جامعت كل الارقام اللي هي هي هنا دي. هاديك التوتال ستة وتلاتين. فتسعة زائد ستة على ستة وتلاتين. هاديك اتنين واربعين من مية. طب انا كده جبت الويتد بالنسبة للباك جراوند. اروح اجيب الويتد برضو بالنسبة للفوري جراوند بنفس الطريقة. ازاي? اقول ان هنا الاربعة اللي هي دي. اه اه زائد الخمسة اللي هي هنا دي. زائد بتاعت البيكسل اللي هي الاربعة. بتاعتها تمانية. يعني البيكسل دي اللي هي قيمتها اربعة اتقررت تمام مرات. والبيكسل اللي هي قيمتها خمسة اتقررت برضو اربعة مرات. يعني اربعة زائد خمسة زائد تمانية زائد اربعة. اه على التوتال بيكسل. على التوتال بيكسل كلهم. يبنا كده خدت البيكسل اللي هي هنا. اللي هي في الـ background. واسمتها على total pixel. كل القيم اللي هي هنا دي بتاعة الاصطورة كلها اللي هي 36 برضو. هاديني الـ 58 من 100. انا كده جبت الـ background وجبت الـ background. سوري جبت الـ waited بتاع الـ background وجبت الـ waited بتاع الـ pixel اللي هي في الـ background طيب. بعد كده بعمل ايه? بجيب بقية القيم المجهولة اللي عندي في القانون اللي هي الـ mu b والـ mu f. ازاي بنجيب الـ mu b بنجيبها بطريقة بسيطة خالص. طبعاً اللي هنا بنتكلم في الـ mu b بالنسبة للـ background. الـ background اللي هما دول. اللي هما دول. فهنا بنجيب الـ mu d ازاي? بضرب التسعة دي في الصفر. زائد الستة دي. بالنسبة للبيكسل دي هي قيمتها واحدة اللي هي قررت ستة مرات. بقول آية آآ 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 ستة في واحد. يبقى هنا تسعة في صفر زائد ستة في واحد على 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 التوتل بالنسبة للتسعة والستة اللي هي آآ عدد تكرار البيكسل بتاعت الـ background هيبقى تسعة زائد ستة هيديني كام اربعة من مئة. سوري اربعة من عشرة. طيب بعد كده بطلع الـ mu f بنفس الطريقة بشوف هنا الاربعة دي اللي هي البيكسل رقم اتنين اتكراريت اربعة مرات فاقول اربعة في اتنين والبيكسل رقم تلاتة اللي هي دي اتكراريت خمس مرات ايه. فاقول تلاتة في خمسة وهكذا البيكسل اللي هي آآ دي. اللي هي الاربعة دي. اتكراريت كم مرة? اتكرارت اتكراريت تمام مرات. فاقول تمانية في اربعة. والبيكسل اللي هي اللي هي آآ وهنا تقريبا مش في غلطة. لأهم مش تقريباً ده هو في غلطة فعلاً لان هنا المفروض يبقى اربعة في خمسة. هنا آآ هنا اربعة في اتنين. دي كده اربعة في اتنين. ودي كده خمسة في تلاتة. آآ خمسة في طريقة وبعد كده اللي هي تمانية فاربعة وبعد كده الاخيرة اللي هي اربعة برضو في خمسة فدي مفروض تبقى خمسة يا جماعة معلش على الغلطة دي. تمام? بس هتعود عادي بالقلقة الحزبة طبعا القيمة دي هتختلف معك لان هنا دي اختلفت وتيسم على آآ بتاعهم كلهم بقى اللي هي الاربعة زائد الخمسة زائد التمانية زائد الاربعة تمام اللي هي دي اللي هي بتاعة كل موجودة في اللي هي اللي هو الازرع ده. فهتيجي بقى خلاص كده مع اكش اي حاجة مجهولة هتيجي تعود بقى في القانون ده اللي احنا شوفناه في الاول خالص بتاع آآ بالنسبة للسيجما سكوير بي هتقول الدابيو بي دابيو اف آآ مضروبة في الميو بي معنس الميو اف سكوير آآ كل القيم معاك هي باستثناء القيمة دي بس هتعودها بالقلقة الحزبة بدقى الاربعة هتحط خمسة وتحسب القيمة دي هتديك الاتنين واربعة واربعين من مية لما تعود في القانون ده آآ فالقيمة دي بقى هي دي بتمثل ولكن اخد بالك من حاجة احنا دلوقتي افترضنا ان احنا عارفين اللي احنا حددناها اصلا احنا 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 اشتغلنا بناءنا على بتاعت هي اتنين عشان كده انا خليت دول هما هما في وخليت دول هما اللي في عشان ما تنساش بس ولكن احنا قلنا ان احنا مش هنحدد احنا فانت هتعيد نفس الكلام ده كله على كل على كل موجود عندك هتمسك كل هتعتبر ان هو ده وتعيد نفس العملاء دي تاني يعني انا همسك ده كده هتمسك ده كده اول حاجة اول ما تبدأ اول ما تبدأ خالص بتوزع بتاعت البيكسل بتاعتك آآ على شكل كده يعني او بتمسك الصورة وبتوزعها بعد كده بعد ما بتوزعها على شكل بتمسك كل بتمسكهم كده في كل بين كل بين موجودة في الاستوجرام بتنسكها واحدة واحدة وتحسب لها الكلام ده كله واحنا عارفنا ازاي بنحسبه بقى اللي هي البيو بي والدبيو اف والميو بي والميو اف تمام بعد كده هيتطلع لك جدول زي ده كده يعني مسلا لما بتطبق هنا احنا عندنا كم هنا بين ادواح اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عندنا ستة بين فاحنا هنا هو عندنا ستة كله تمام اعتبرنا ان كل بين اعتبرنا ان كل بين هي عبارة عن سريشهولد وطبقنا عليها القانون اللي هو ده تمام طلعنا طبعا ال 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 لسيجما بي سكوير. هي ديت اللي انا اعتبرها اللي الالجوريزمة هيعتبرها مش انت اللي بتحسب الكلام ده. الالجوريزمة انا بأريك الالجوريزم لما انت تجي تكتبه على فيه بأريك هو بيشتغل ازاي اصلا. فهنا بتاخد اكبر قيمة اللي هي اللي هي دي. الالجوريزمة هياخد القيمة دي. اللي هي اتنين ستة وخمسين ممية. اه وهي ديت اللي اعتبرها بناءا عليها هيفصل الصورة ويجيب لك الواحدها والفوريجراوند الواحدها. اه فهو دي فكرة الالجوريزم طبعا بسيط جدا وانت في الكود ما بتحددش انت حاجة بقى. انت بتحط صفر بس. بتحط له صفر هو اه بيعمل الحزبة دي الواحدة وبيطلع لك قيمة تعالا بقى نشوف الكود بتاع الموضوع ده اه تعالا نشوف كود. اه نطبع عليه دي الصورة اللي احنا نشتغل عليها. عايزين نعمل السيجبنتيشن اللي هي عازة جيب ال دي دي يكون لونها اصمر. اه والفوريجراوند دي اللي هي اه يكون لونها ابيض باستخدام لها اصمر يكون اصمر صريح يعني زي الاصمر اللي قدامنا ده. اه ولكن لو لو تاخد بالك هنا اه يعني لازم ناخد يعني اه في الحزبان هنا لان الصورة دي هي فيها نويز. الكتير اللي فيها دي هي فيها نويز. فالافضل ان احنا نطبع عليها اي نوع من انواع الفلتر وليكن اللي نعمل لها بلر. اه بيكون كويس مع الصور اللي هي بتكون اه عاملة بالشكل ده. بعد كده بعد ما نطبق بتاعتنا ونعمل وفلاص. تعال نشوف الكود. اول حاجة اه هنجيب سي في. هنجيب عشان اه اقرأ الصورة بتاعتي من اللي هي موجودة فيه الكود بسيط جدا على فكرة اعتقد مش محتاجين انا اشرحه لكو. لانه اصلا كلها حاجات تخدمها قبل كده باستخدام ان احنا هنقول بس ان انت اجيب ازا تجيب اه بعد كده هنجيب الصورة نقرأها اللي هي دي هنقرأها كابيض وسود. اه سوري مش ابيض وسود بقى نقرأها كجري السفر ده بيقرأها كجري الواحد اه بيقرأها صورة دي السلب واحد يعني ما بتغيرش في اي حاجة بتقرأها زي ما هي. اه والصورة خزينة هنا اللي هي بعد كده بقى هنطبق العادي اللي احنا متعودين عليه دايما اقول سي في دوت سريش هولد وادي له الصورة واحدد له هنا بقى سريش هولد. بص احنا هنا عملنا ايه? احنا هنا حطينا القيمة اه لان احنا عارفين ان مية سبعة وعشرين دايما هي بتبقى كويسة يعني بالنسبة لمعظم السور. فاحنا هنا حطينا مية سبعة وعشرين كمينموم والماكسيموم متين خمسة وخمسين. وهنا قلنا له نوع السريش هولد اللي احنا هنطبقه اللي هو السريش بايناري. اللي هو بيجيب لك البيجراوند يبقى لونها اسبر والفورجراوند يبقى لونها ابيض. احنا هنا عارفين القيمة فحطناها. طيب اه لو احنا مش عارفين القيمة بقى هنعمل ايه? اقول سي في دوت سريش هولد برضو نفس الفونكشن هتديره الصورة وحط هنا صفر بقى. انا هنا مش عارف قيمة السريش هولد كان فهتديره صفر. بعد كده اقول له المكسيمم اه دايما هنا بنحط المكسيمم. اللي هو مطين خمسة وخمسين. وازده ابقى منجيب اللي انا اقول له اعمل ابلاي للوتسو اقول سي في دوت سريش بايناري سريش بايناري لان انا عايز الصورة بتاعت تكون ابيض وصود برضي يعني. اه بلاس بتعمل بلاس كده. سي في اللي هي جاة من اللي هي سي في دي اللي احنا بتاعت سي في تو. دوت سريش اوتسو. سريش اوتسو. اه اه كده هيطبق بتاعتك وهيجب لك دي كلها اسمر. لان احنا هنا مطبقين برضو ده مجمع عليها سريش بايناري. والده هيكون لهمها ابيض. بالطريقة دي كده انت جبت جبت سريش اوتسو بتاعك. تمام? طيب. اه اه هنا برضو هنا لو تفتكر من قلت لك ان الصورة فيها نويز. فهنعمل برضو اه هنعمل هنعمل تاني. ولكن هنطبق على على الصورة بتاعتي. والفلتر هو خمسة في خمسة. وهنا القيمة دي دايما كنا بنحطها زيرو يعني. بعد كده هنقول اه سي في اه دوت سريش هولد هنطبق نفس القود اللي هو ده. ولكن المراضي نفس السطر ده ولكن المراضي على البولر بقى. عشان يعمل لي اه سريش هولد على الصورة بعد ما عملنا عليها جوسيان بولر عشان نشيل اللي هيكت موجودة في الصورة. بعد كده بقى هنعمل لها شو باستخدام آه الكود ده هو عمل اسمه ده بتخزن فيه يعني يتقدر طول كده ادي آآ تسعة عبارة عن تلات صفوف في تلات اعمدة عشان آآ نعمل هنا الصورة بتاعتنا وهنا يكون وهنا يكون اللي احنا طبعناه الاولاني. احنا طبعا عارفين ان بترجع ترجع كمتين. الريت دي اما تروي اما فولس اه لو تروي بقى ينفع ان انت تطبع على الصورة دي النوع دوات من فاآ لو فولس مش هينفع آآ يتطبق وهيديك ايه رو ريعا. اه فدايما من مستخدم شرية دي في حاجة دي الاولى دي التانية اللي هي الخاصة دي التالتة اللي هي الخاصة بعد ما طبعنا على الصورة آآ جوسيان بولر وبعد كده هنا بقى بتحدد الطايتل الطايتل بتاع كل صورة فيهم وبتعمل لهم بشهو عن طريق مكتبة آآ ان البطول صاب بولوت صاب بولوت طبعا بتاخد عدد الصفوف وعدد الاعمدة والاندكس بتاع كل صورة وبتعمل هنا شو وتحط هنا كل دي حاجات يعني بالنسبة لبايسون الاكس تكس دي طبعا ما تبريد لتلب لما بتعمل رن وبيزهر لك الصورة اه وبيكون محطوط الاحداثيات اللي هي الكوردينتس بتاعت اكس والو اللي هي واحدين تلاتة اربعة وهكذا يعني فالاكس تكس وبتفتح كوسين فاضين دول عشان يشلك الكوردينتس دي وهنعمل لهم هنعرض الهوستجرام طبعا ده بالنسبة للكولوم اه او بالنسبة لليندكس التاني وده صف لط بالنسبة للكولوم رقم تلاتة اه وهنا برضه هتعمل اه هنعمل شوه للايمجز الامجز دي هيعمل مابينج بقى هياخد كل صورة من هنا ويحط بتاعها ويعمل الهوستجرام بتاعها لان احنا هنا عاملين الهوستجرام. اه طبعا دي بالنسبة والبايسون اكيد انتوا عارفينها يعني اه فبعد كده هنعمل شو بقى نعمل رن كده اه دي بقى اهي دي كده تعتبر الصورة بتاعتنا الاصلية بالتايتل بالهيستو جرام بكل حاجة اه لو انت اخد بالك دي الصورة الاصلية وده الهيستو جرام بتاعك فواضح جدا جدا ان الهنا يعليت مرة واحدة تمام ده كده ممكن نقول عليها اللي هي وبعد كده بدأت تدريجيا اه وهنا تقريبا ده ده كده يعتبر لحد ايه اللي هو اللون الاصمر خد بالك ان هنا هنا النؤية البيضة النؤية البيضة دي هي اللي ما اخلتهش نزل للزيرو لان انا هنا عندي الصورة بتاعتي ابيض واصمر لو انت واحد لو اخد بالك هتلاقي نويز دي اصلا كل نوعها هو لون ابيض فعشان كده اه ما اوصلش للزيرو على طول لان لو هي ابيض واصمر على طول اه فما كانش اصلا يبقى ل LISA لا بدنا نحنا ن sort of a show too dna nd 마 احطوتها دي هي اللي ما خلتهش الاصلية نزلت نزل دايbeeقت للزيرو فهنا لما طبقنا اللي هي كانت مئة سبعة وعشرين طبعا ده بالنسبة للجلوبال اللي هو اول صف ده شكل الاستوجرام ودي اه اللي حصل طبعا زر الضقيق لان في نويزة اهي لو انتم شايفينها اه وده طبعا لما طبقنا اه بص ده شكل الاستوجرام برضو تقريبا هو هو ومعرفش ان هو برضو يعمل بسبب النويزة الموجودة ولكن لما طبقنا هنا بقى لما طبقنا اللي هو بيعمل للصورة فهتلاقي ان الاستوجرام بص شكل الاستوجرام بقى عامل ازاي خلينا نشيل دي اه الاستوجرام ادي هنا واضح واضح جدا ان قيمة بتاعتها تكون هنا في المكان ده كده فهي دي اللي هتفصل لي اللي هي اللي هي اللون الاصمر تمام عن ده كده ده كده اللون الابيض لان هنا هنا لا ده هنا الزيرو يبقى معلش يبقى ده كده البتاعتي لان احنا هنا عند الزيرو وهنا عند ال ميتان خمسة وخمسين فانا كل ما اقرب هنا دي اللي هي الصغيرة دي اللي هي بتاعت الجزء الابيض اللي هو موجود هنا ده يبقى هي دي القيمة اللي هنا اللي بتاعي اه اللي هو استخدمها عشان يعمل بالشكل ده كده احنا عملنا من غير ما انت تتحدد اي قيمة بالنسبة للسريش لو انت او اخي بالك احنا هنا حطين زيرو وهنا حطين زيرو طبعا ده بالنسبة اللي انت بتجيبه بالطرقة دي. بلاس سي في دوت سريش اتسو. تمام? اه ده فكرة الكود. اه وعرفنا ازاي بقى ان الالجوريزم بيحسب الماس. احنا شرحنا اه وعرفنا ازاي الالجوريزم بيوصل للقيمة ديت. اه كلام اللي احنا شرحناه في لو في اي حد عنده سؤال يسيبه في وشكرا والسلام عليكم. موسيقى